موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحلقة دي معبولة كمكافأة لكل الناس اللي اتخذت قرار بدعمنا وبنصرة الحق اللي فيه ناس بتحاول تسرقه وتتعدى عليه وهو المادة العلمية اللي بتندمه انا بشكر كل من بدأ يتحرك في صفحات اولئك السارقين وبدأ يفضحهم قدام جمهورهم والحلقة دي هي وحلقتين ان شاء الله جايين عبارة عن مكافأة بسيطة مني باذن الله مكافأة علمية من بعض من علم الاسماء لكل من قلوبهم كانت مخلصة للصدق والحق في المعلومات فنصروا في حلقة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع اجتماعي ده من الموضوع اللي بتبقى مخفية عندي ما بطلعهاش الا وقت اللزوم للناس اللي تستهل فدي هدية ومكافأة مني هي ان شاء الله والحلقتين الجايين هنتكلم النهاردة عن اسرار الانتصار كيف تنتصر على اعدالك بعض الناس عايشين فيما يسمى السلام الداخلي الروعة الداخلية الحب الداخلي الغير مشروط الناس عايشة في هذا الوهم النفسي اللي الشيطان مزيفه ليهم النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة للعالمين ومع ذلك لم يتركه مجتمعه او لم يتركه الناس لكي يوصل تلك الرحمة بالرغم من انه هو فعلا داخليا كان مستلم لله ومسلم لله الا ان المجتمع والمغردين في المجتمع لا يتركون الانسان يسير بالهدى اللي هو عايز يمشي به يعني يسيبوه حره في الهدى بتاعه فما بيسيبوهش فبيحاولهم يغلبوا عليه بيحاولوا يسرقهم من كلامه ويبوازوا الكلام بتاعه ويسواهم المعلومات دي فلا تصبح تلك المعلومات او لا يصبح لهذا الهدي اي انتشار ما بين الناس اللي عايزان فمن هنا بيطلع اعداء للانسان يعني كل واحد فينا عنده اعداء حتى لو كان هو انسان لا يعادي احد حتى لو لم يكن يعادي في احد لازم يبقى له اعداء دي سنة الله في هذا الخلق وفي الدنيا اللي احنا عايشنا ده ما ينفيش الاي اللي بتقول يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم بس اخد بالك عليكم انفسكم دي بتتكلم في مسألة الهدايا والضلال الايمان والكفر عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتهم يعني انت تبقى داخليا عندك الهدايا والايمان بالله لو لقيت قدامك الناس لا تؤمن بالله وضل فما لكش علاقة بهم عليك نفسك لكن امتى بقى الاية دي يطلع اية تانية بقى تستعمل وتفعل في مكانها لما يكون الناس دي اللي هما تضلين بيحاولوا يغلبهم على الامام بتاعك بيحاولوا يفتنوك في الامام بتاعك يبقى في الحالة دي عليكم انفسكم في حالة ان انت نفسيا الامان والضلال او الامان والكفر انما اجتماعيا في حالة التعدي هنا وهم بيصنعوا ليك عداوة فبقوا هما هنا اعداء في الحالة دي فيه ايات كتير في القرآن لم يكشف عنها السطار في تدبرها وتفسيراتها نظرا لحساسيتها ونظرا للقوة العظيمة اللي بتحملها تلك الايات طيب ايه بقى الايات اللي احنا نتكلم عليها النهاردة واللي هنكشف السطار عن التدبر بتاعها ايات الانتصار يعني الناس اللي عايشة في سلام داخلي وبيدعوا هذا الكلام وعملين فيها انهم عايشين في برود وهم اصلا في قمة الرعب والخوف فده تمثيل ظاهري لم يتدبروا في القرآن ايات الانتصار والنصر النهاردة بقى هنعرف ان شاء الله ودي بهديها ده كل واحد بتفرج علي من الناس اللي بينصروا هذا الحق بهديهم بقول لهم كيف تنتصروا معلاء عداءكم انت اكيد عندك حد من المحيطين بيك بيعديك ربما حتى ما يكونش في شغلك ربما يكون في فاعلتك يعني في بعض الناس لها حق في الورث وبتوصلينها بسالف الموضوع دي كتير ام وبنتها وعيالها واخواته بتاع لهم حق في الورث يجي الاعمام يطووا على الحق ده ويحاول يمنع عنهم انهم ياخدوا حقهم في الورث ويعرقلوها بشكل قانوني وبتاع دول اللي هم اللي بيحاولوا يعرقلوا الورث دول اعداء ودول اصحاب الحق فدول يجب عليهم انهم يعيشوا في ايات الانتصار في القرآن ويتدبروها ويعيشوا بيها لكي ينصرهم الله على دول يبقى هنا الاعداء والانتصار دي مش بتتكلم على اعداء الدين يعني الناس فهم ان كل ايات الانتصار في القرآن بتتكلم على النبي والكفر المشركين اللي هم بقى ضد الاله وضد الدين لا النبي عليه الصلاة والسلام في الاخر كان عايز يوصل رسالة رسالة فعايز يوصلها بحرية دول كانوا بغلبوا عليه كانوا بيحاولوا يشوشوا الصورة عليه فالمواجه هنا او الانتصار هنا هيبقى على هذا الطرف ضد هذا الطرف ليه؟ علشان النبي لما ينصر عليهم يعرف يبلغ اللي هو عنده ويعرف ينشر الحاجة اللي هو عايز ينشرها وفي الاخر الناس احرار في تطبلها او رفضها انما دول يغلبوا على دول هو ده اللي لا يقبله لا نبي ولا من كانوا مع النبي فواحدة الوقت لما يبقى عندها ورث والحق لها في الورث وحد يغلب عليها ويعتدي عليها لان خد بالك كلمة العدو يعني انت لك اعداء اعداء دي جات مني كلمة عدو جاي مني اعتدي يعني اي حد بيعتدي عليك بيعتدي على حق ليك بيعتدي على حقك الفطري الطبيعي ده يعتبر عدوك عدوك يبقى هنا في بعض الناس تقولك ما تصنعش لنفسك اعداء هو فعلا الانسان من الحكمة اللا يعادي احد اللا يعتدي على احد اللا يصنع عداء لنفسه ده الحكمة للانسان المضبوط السوي لكن والانسان ده ماشي في حياته في ناس هي اللي بتعاديه في ناس هي اللي بتعتدي عليه يبقى مثلا زي ما بنشوف في الرسالة ده حقهم في الورث حقهم هما ما عادوش حد لكن الطرف الاخر هو اللي بيعاديهم فهنا بيبقى ده او دول بيبقى اعداء لدول زي ما احنا بننشر المعلومات بتاعتنا ودول اللي بيجوا يتعدوا عليها ويسرقوها فبقى هم اعداء لنا لكن احنا لم نعادي احد ولم نعتدي على حق احد طيب بحثت بقى في القرآن علشان اكلمكم وكلم كل من لديهم حقوق وازاي يحفظوا تلك الحقوق او ازاي ينصروا بازن من الله على من يعادونهم او من يتعدوا على تلك الحقوق رب الناس سبحانه وتعالى بيقول والذين والذين اذا ما اصابهم البغي هم ينتصرون خد بالك من القضية دي فيه فرق بين الصبر والانتصار الصبر لاجل انتظار الاذن الالهي والمشيئة الالهية عما تنتصر ده شيء وقبول البغي والزل والهزيمة شيء تاني انت حاجة من اتنين لما حد يعتدي على حق لك يا اما انت تصبر في البداية طبعا ما يفعش شيء اول ما حد يعتدي على الحق تقوم انت فورا تتصرف لانه هو وهو بيعتدي بيبقى جايب في موضع قوة اللي معتدي ده لما بيعتدي بيبقى وفي لحظة تعتداؤه بيبقى في موقف قوة بدليل انه هو اعتدى في اللحظة دي ما ينفعش انت ساعتها تقوم ترد عليه وهو في اللحظة دي فيجب هنا انك تصبر بعدين وانتك تصبر بس انت مش بتصبر صبر الهزيمة او صبر التفريط في الحق وانما صبر الانتصار صبر الانتظار للحظة المناسبة للانتصار للحق بتاعك فربنا بيقول والذين اذا ما اصابهم البغي حد بيبغي عليهم وبيعتدي عليهم هم ينتصرون فاول نقطة كل اللي بتفرج عليه في شغله في حياته الشخصية في عيلته في الميراث بتاعه في زميله في الشغل في علاقته بمديره في كل المسائل دي اول ما حد يبغى عليك يجب انك تدخل في تراك الانتصار ماينفعش توافق على الهزيمة او توافق على التعدي على الحق بس في نفس الوقت ماينفعش تتصرف بدون حكمة ماينفعش تشيل اوبشن الصبر ربنا بقول اصبر لحكم ربك فطالما فلان ده كان متغلب في لحظة ما فده حكم ربك الان لازم تصبر وانت في نفس الوقت ماشي في التراك بتاع الانتصار طيب القضية المهمة بقى في الانتصار وفي النصر على من يعاديك ومن يتعد على حقك قضية مهمة جدا وهي اللا تنتصر لنفسك وانما تنتصر للحق اللي ربنا هو الحق يعني ايه احنا مثلا انا هترب لكم سال على فكرة احنا الحلقة دي هي مثال عملي على اللي احنا بنشرحه فينا يعني انتو هتفهموا المعلومات اسرع لان احنا معنا مثال عملي اللي هو الحالة اللي احنا بنمر بها الوقت حالة الانتصار للحق اللي اخذوا الدجالين والنصابين والحرمية اللي احنا اتكلمنا عليه فبقول ربنا سبحانه وتعالى لما بتكلم عن ايات الانتصار دايما او في بعض الايات تلاقيه يقولك ايه فاعتبروا يا قولي الابصار لان موضوع الانتصار ده هو موضوع اجتماعي فكل الناس بتشهدوا اه شوف ده بيوجه ده فمين فيهم اللي هي تطلع صاحب الحق في الاخر فالناس بتشوف فدايما ايات الانتصار تلاقي فيها في اخرها اعتبروا يقول الابصار لان ده امر بيشهده الناس نرجع بقى تاني لموضوع الانتصار ده او النصرة او النصر بيبقى مصدره ايه انت الوقت صاحب حق عندك حق في العمل في البيت في الورس في المهنة في اي شيء عندك حق في حد عداك عداك يعني تعدى على حقك فبقى عدولك مجرد ان هو عداك تعدى على حق بقى عدولك خلاص مش انت السبب في عدوته هو السبب بعد ما هو عداك بقى عدولك واخد الحق هنا انت قدمك حاجة من اتنين يا اما تنتصر لنفسك وملكيتك للحق ان ده انا ازاي انا حد يتعدى علي انا محدش يعمل فيه كده انا محدش يقرب مني بالشكل ده هنا انت بتحاول مش تنتصر للحق اللي ربنا ادهو لك انت هنا بتحاول تنتصر لقليك زي ما فرعون السحرة سجدوا لله لما موسى القى عصام ففرعون اتدايق من ايه مش ان هما سجدوا لله اتدايق ان هما سجدوا لله دون ما يأذن ليه فقال لهم ايه امنتم له قبل ان اذن لكم يعني هو ما عندوش مشكلة ان هما يؤمنوا بس هو عندو مشكلة في الانا بتاعته وعندو مشكلة في النفس بتاعته امنتم له قبل ان اذن لكم فدي نفس الفكرة لما حد يعتدي على حقك ما تبقاش المشكلة بتاعتك انك عايز تنصر نفسك تنصر الانا بتاعتك على إن إزاي حدي أنا محدش أنت بتعرفش أنا مين أنت بتعرفش أنا ورايا إيه يبقى أنت هنا مش هتمشي في تراك الانتصار يبقى أنت هتبقى معتدي وهو هيبقى معتدي هو عدو وإنت بقيت عدو لأن في الحالة دي أنت خرجت برا التراك بتاع النصرة لله لأن ربنا بيقول أنت نصر الله ينصركم خد بالك ينصركم على عدوك أنت يعني أنا بنصر ربنا طب هو ربنا إيه داخله بعدوي يعني تعالى إفهمها من زاوية تانية العدو ده خد حق بتاع فلان سين خد الحق بتاع صاد ربنا سبحانه وتعالى ما يفرقش عنده لا سين ولا صاد ولا الحق بلو فلو الحق ده انتقل من سين لصاد أو من صاد لسين ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين لكن ليه ربنا بيقول أنت نصر الله ينصركم إيه دخل أو إيه الاعتبار أو المعنى بتاع أن ربنا سبحانه وتعالى كأنه طرف تالت يعني أنت هو وعدوك هو اللي اعتدى عليك في طرف تالت معك فلما تيجي تلاقي عدوك خد حاجة منك أو تعبد على حق ليك ما تحاولش تبقى أنت زيه تبقى أنت معتدي زيه لا أنت هتقوم رجع لله فتنصر الله اللي اداك الحق لأن الحق اللي كان معك ده اللي هو خده منك اللي المعتدي بيحاول ياخده منك الحق ده مين اللي جابه لك في الأصل؟ مش أنت؟ اللي جابه لك ربنا الله سبحانه وتعالى فلما أنت بتروح تجيب الحق أنت بتروحش تجيبه عشانك أنت بتروح ترجع حاجة ربنا لمكانا ترجع فضل ربنا اللي كان هنا ترجعه مكانه وبس لا أنت بترجعه عشان تنتصر لنفسك ولا بترجعه عشان يعني تبقى أنت القوي اللي محدش بيخاف منه لا أنت تنصر الله فلما أنت هنا نيتك تبقى أنت بتتحرك فلما أنت يبقى عندك ورسة أو حد بيعتد عليك في شغلك أو تبقى أنت عايز تنصر الله مش عايز تنصر نفسك ساعتها إيه اللي بحصل؟ ينصركم أنت تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم وهنا بقى هكلمكو شوية عن موضوع مهم قوي مرتبط بالانتصار اللي هو اسمه الغلبة عندك هنا حاجة اسمها للانتصار أو النصر والغلبة اللي بين الإنسان الناس عموما بتتنافس مش عالانتصار على الغلبة الغلبة يعني إيه؟ يعني فلان غلب على فلان يعني غطى عليه الغلبة يعني غطى وشوش عليه وبقى هو يعني تخيل واحد وواحد اتنين بيتعاركم وده معا حتة قماش وده معا حتة قماش ده عرف بحتة قماش بتاعته يقوم مغطي اللي قدامه فاللي قدامه ما عادش شايف لأنهم اتغطي مين هنا اللي انتصر اللي غلب فالمعيار بتاع الانتصار ببقى اسمه الغلبة الغلبة دي بقى في زماننا بتيجي في إيه؟ لما فلان يطلع على التلفزيون كتير يطلع في الإعلام كتير فبقى هو مغطي على الجو لما فلان بيحضر له ناس كتير أو عنده جمهور كتير أو أو أريبك دول اللي واكلين حقك في الورث عندهم صوت عالي فعندهم غلبة اللي هي فكرة الغلبة دي هو أصلا المعتدي دايما ما بيستخدمش سلاح الانتصار هو بيستخدم سلاح الغلبة إنه يغلب عليك بالعدد بالإعلام بالتشوش بالكلام ده ربنا بقى سبحانه وتعالى بيعلمنا في الآيات في القرآن موضوع ارتباط الانتصار بالغلبة شوف ربنا بقول إيه؟ إن ينصركم الله وإن ينصركم الله فلا غالب لكم قد بلك إنسى كده نصر الله سبحانه وتعالى شوف البشر في الحياة طبيعية هتلاقي غالب ومغلوب اللي معاها أدوات أكتر اللي معاها وسائل أكتر ده بيبقى غالب يعني مغطي بس الإنسان ده حقه يعني أنت ده حقك حتى لو أنت ما معاكش إعلام ما معاكش عدد ضخم من الناس بس ده حقك يعني بغض النظر عن الإعلام وبغض النظر عن الوسائل الغلبة ده حق ليك فمش من حقه عشان بيمتلك وسائل الغلبة إنه ياخد الحق فهين بقى ربنا بيعلمك في القرآن إيه؟ إنك لما تبقى عايش بتنصر ربنا فربنا ينصرك فمن ميزة الانتصار أو النصرة الله ليك إن الغلبة ما بتعرفش إنت اللي بتغلب ربنا بيقول وإن ينصركم الله فلا غالب لكم حتى لو عنده الأدوات وحتى لو عنده ما يقدرش لأن نصرة الله للإنسان بتبقى أقوى من فكرة الغلبة لأن آي نعم الغلبة بتبقى هي في الحالة الطبيعية منتشرة ما بين الناس من غير دخول النصرة لكن لما ربنا ينصر الإنسان في الحالة دي السلاح الغلبة بيوقف ما بيبقاش له أي قوة وقدام سلاح الانتصار فتلاقي ربنا برضو بيقول إيه؟ لما سيدنا نوح قال رب إني مغلوب فانتصر سيدنا نوح وهو بيوصل المعاني والرسالة والهدى والنظافة اللي معاه ومعاه كام واحد يعني وما آمن معه إلا قليل والدم الناس دي كلها الناس دي كلها غطوا عليه غطوا عليه وشويشوا عليه ومعهم كل الأدوات غطوا عليه فهي الفكرة في الغلبة فقال إيه بقى سيدنا نوح رب إني مغلوب فانتصر فلما الانتصار عشان كده أنا عايزك دايما وعايزك كلكم أيها المتابعين الأعزاء أيها الأشخاص الذين أحترمهم والذين ينصرون الحق وينصرون الله للأشخاص عايزكم تبقوا دايما مركزين مش على الغلبة على الانتصار إن ربنا ينصرك فلو ربنا نصرك هيخليك تغلب حتى لو لو قدامك معاه أدوات الغلبة لأن العبرة بالانتصار مش بالغلبة سيدنا نوح قال إيه رب إني مغلوب هم هزموني بالغلب فغطوا عليه ده كننتصر اللي انتبق فربنا سبحانه وتعالى عنده اسمين عنده اسم الله النصير وخير النصرين ده في النصرة وفي الغلبة ربنا عنده اسم الغالب على أمره ربنا بيقول والله غالب على أمره فالله سبحانه وتعالى عنده أسماء حسنة في الانتصار وعنده أسماء حسنة في الغلبة بس عدد الأسماء الحسنة بتاعت النصرة أكتر هنا اسمين وهنا اسم واحد يبقى ده معنى أن الغالبة شيء طبيعي وهي من أسماء الله بس الانتصار اسمين يعني ضعف الأدوات بتاعت الغالبة عشان كده دايما لما تلاقي أحد بيغلب عليك يمشي في تراك النصرة تشير على طول أدوات الغالبة اللي هو بيستعملها عليك طيب يبقى ده كان حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه نصرناهم اللي هم المؤمنين اللي عايزين الحق وعايزين النظافة وعايزين المعلومات السليمة نصرناهم فكانوا هم الغالبين الغالبون شفت؟ يبقى هنا علشان كده الناس الفاسقين في المجتمع اللي هم بيحاولهم يدورهم على إعلانات ممولة عشان يغلبهم يدوروا على ظهور إعلام كثيف عشان ينتشرهم دول بيحاولوا على طول يمشوا في تراك الغالبة دول ما يعرفوش أنه هم يعودوا بقى ويطلعهم ويصرفوا أموال علشان ياخدوا الغالبة دول الفئة التانية مجرد ما ربنا ينصرهم هيغلبوا تلقائي من غير ما يصرفوا كل الأموال دي عشان كده من ينصره الله ما بيستهلكش ماديا أما اللي بيمشي في طريق الغالبة بيصرف مصاريف مهولة وأنا أعلم أعلم من ربي أعلم من الله سبحانه وتعالى أن السارقين اللي سرقوا مننا المعلومات الآن تحدث لهم خسائر مادية مهولة الفلوس اللي جمعوها من السرقة والله الكلام ده أنا عارفه بفضل من الله من غير ما أطلع على حاجة من عندهم أنا عارف أنه بيحصلهم خسائر مادية مهولة ليه؟ لأن الغالبة اللي هم صرفوا علشانها بتبدأ ما عادتش تنفعهم فيصرفوا تاني عشان يجيبوها فالمصاريف بتبقى في الفاضي بقى بيصرفه في الفاضي إنما اللي ماشي في تراكل انصاره طلعش منجيبه حاجة حتى إنه لما بعمل فيديو أنا ما بعملوش إعلام ممول ما بصرفش أنا بعمل الفيديو وفي نيتي يا رب أنا بنصر الحق ده إنصرنا فأنا مش بحتاج أصرف من جيبي واحمل إعلام ممول وزي ما هم بعملوهم هم على الفكرة بعملو كده كل البسطات الأخيرة بتاعتهم من بعد ما عملنا الحملة اللي نزلت في شهر سبعة من بعد العيد كلها بسطات ممولة لأن هم هيستهلكوا مدين لأن اللي بيمشي في طريق الغلبة بيعد يصرف من جيبه اللي بيمشي في طريق الانتصار بياخد الانتصار والغلبة ما بيستهلكش مدين ربنا بيقول فنصرناهم أو نصرناهم فكانوا هم الغالبون طيب يبقى إذن عايز كل واحد فيكم زي ما هو بيشهد الموضوع ده وبيبصره موضوعنا في الحفاظ عن المعلومات المضيفة في المجال وإن إحنا انتهر مجال التنمية الزاتية ومجال الفكر المنتشر في العالم العربي من المعلومات السيئة ومن الأشخاص الحرمية الدجالين النصابين أنا حايزك بقى في حياتك الشخصية لما يكون في حد بيعاديك هو اللي بيعتدي عليك تبقى أنت فاهم المعاني دي عشان تطلب من ربنا النصرة فينصرك عليه من غير ما تخش في أزمات وصراعات واستهلاك مادي لا طريق النصرة واضح ربنا بقول ينصر من يشاء والله يؤيده يؤيد عارف يعني إيه يؤيد؟ يعني جاي من التأييد يعني جاي من إيد يعني إيه؟ عارف؟ لما أنا بحط إيدي في إيدك لما أنا بشد بحط إيدي على كدفك فبشد من أزرك ده اسمه بضع يدي عليك يعني بقى يدك ربنا بيقول والله ينصر من يشاء ينصر وكمان يؤيد بنصري يعني كأن فيه آياد بتتحط للإنسان علشان تدفعه للانتصار مين بقى اللي بعمل حاجات دي؟ الله مش إحنا إحنا ما ننصرش نفسنا عشان كده لو أنا بنصر نفسي هقيد نفسي يعني من هنا أنا هجيب الآياد اللي تدعمني لو أنا بنصر نفسي إنما لو أنا بنصر ربنا وحق ربنا اللي هو حطه بالطبيعة يبقى هو هو اللي هيئيدني وهو اللي هينصرني علشان كده دايما لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الانتصار وعلى إنه بنصر المؤمنين بيجيب آية اسمها ولله جنود وتسموات الأرض لأن ربنا لما بينصرك بيسخر لك جنود انت لا تعرف انت لا تعلم فلما بيسخر لك الجنود بتبقى هي دي كل الآياء دي اللي انت ما تعرفهاش ولا عمرك خططي ليها اللي بتدافع عن الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه يبقى إذن لما ربنا سبحانه وتعالى بينصر الإنسان كمان بيؤيده بالنصر والله يؤيده بنصره من يشاء علشان كده الإنسان لو كان ماشي في التراك بتاع الانتصار يقوم ربنا سبحانه وتعالى وده على فكرة من الحاجات فيه خمس أفعال متبادلين ما بين الله والإنسان وده من أروع المعاني القرآنية الجميلة شوفوا بقى المعلومات اللي احنا بنتعلمها دايما بفضل من ربنا واحنا الآن بنحاول وبنكتهد وبنسعه للانتصار والحفاظ على هذا الفضل فيه بقى خمس حاجات كده معلومة إضافية بس على الفيديو ربنا سبحانه وتعالى بيعملهم بالتبادل مع الإنسان اذكروني أذكركم اذكر الله فيذكرك تخيل تفتكروا في ذلك فيتذكرك الله مع أنه لا ينسى بس يتذكرك دي حاجة متبادلة الأمر التاني المتبادل ادعوني أستجب لكم إنت تدعو فهو يستجيب عكسها بقى هو بيدعوك فأنت تستجيب ربنا بقول والله يدعو إلى دار السلام فيقوم أنت المفروض استجيبوا لربكم يبقى أنت تذكر الله يذكرك تدعوه يستجيب يدعوك تستجيب دي متبادلة بينك وإنت متخيل إنت متخيل للعلاقة النظيفة اللي بينك وبينه طيب يبقى عندك اذكروه يذكرك ادعوه يدعوك يستجيب له يستجيب ليك انصره ينصرك انت نصره لا ينصركم دي الرابعة الخمسة حب ويحبك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه يحبهم ويحبون حب ويحبك في بقى حاجة أخيرة بتبقى نتيجة ممكن نعتبرها السادة ترضى عنه يرضى عنك ربنا بقول ديه في الأخ ديه المحصلة النهائية بقى رضي الله عنهم ورضوا عنه أصلا الإنسان اللي ما بيفكر في المعنى ده بيقول أنا مين عشان أرضى عنه أنا إيه أساسا عشان بس برضو شوف ربنا بيرفعك إزاي شوف ربنا بيعليك إزاي رضي الله عنهم ورضوا عنه يعني في حالة متبادل زي اذكروني أذكركم ادعوني أستجب استجيبوا أدعوكم انصروني أنصركم رضوا رضي فلما انت بتعمل موضوع ذكر الله ده ما بيبقاش فعل أحد الطرف لا ده بيبقى فعل ثناء الطرف بقى فيه متبادل بينك وبينهم كذلك النصر علشان كده لما انت تلاقي مثلا طفل مثلا اعتخبته عربية فانت هبيت إلى انقاذه سؤال هل انت هنا أنقصت الطفل ده كشخصية انت بقى تعرف والديه أو ما تعرفهمش هل انت أنقصته بعينه ولا انقصت الحياة اللي ربنا وضعها فيه يبقى انت هنا نصرت الطفل ولا نصرت الحياة اللي ربنا اختبرك هتنصرها ولا لا يبقى هنا انت نصرت مين نصرت الله طب قصد انقذك للطفل بقى هتروح شغلك أو هتمر بموقف تبقى هتسلب منك حق فينصرك الله في الموقف ده علشان كده الناس اللي حاولت من الجمهور المتابعين لنا تنصر الحق ده انا متأكد باذن الله ان ربنا سبحانه وتعالى هينصر كل واحد منهم في حاجة في حياته مش انت الوقت قمت علشان تنصر حق انت ما تنصرنش كشخص انا احنا كلنا زائلين في الاخر انت بتنصر حق معين فلما تنصر الحق ده لاجل الله سبحانه وتعالى وتخل نيتك لله يقوم ربنا سبحانه وتعالى انت تنصر الله ينصرك زي ما انت بتنقذ الطفل مش لأجل الطفل انت أصلا ما تعرفش الطفل ده انت بتنصر الحياة اللي ربنا وضعها حتى ربنا سبحانه وتعالى قال وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرَهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ يعني ربنا سبحانه وتعالى حطتنا في اختبار يترى هتنصر مين يترى هتنصر ايه وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ لأنك بتنصر الله وانت بتنصر الحاجات اللي وضعها ربنا في الطبيعة وفي الفطرة وانت بتنصر فده بقى ربنا بيشوف مين بقى اللي هينصره عشان هو ينصره هو كمان فكل حاجة انت بتعملها يعني عايز اقولكو برضو من ضمن تكملة المسألة دي كل شخص انت عامله اشتراك على اليوتيوب كل شخص انت عامله اشتراك على الفيسبوك ده معنى انك بتنصره علشان كده بعد الحلقة دي راجع الليستة اللي انت مشترك عندهم ويا ترى واسأل نفسك انت مشترك عندهم دول ليه حتى على فكرة لو صفحة طرفيهية يعني طبيعي انك ممكن تشترك في صفحة طرفيهية تعمل لها اشتراك عشان تتابع الطرفيه اللي هم بيعملوا بس اسأل نفسك انت مشترك عندهم ليه لو انت مشترك عندهم علشان نفسك علشان انت هواك كده يبقى انت هنا بتنصر نفسك انما لو انت مشترك عندهم عند حتى الصفحة الطرفيهية دي علشان لما تكون عندك ضغط في العمل فتبقى عايز ترى مساحة واسعة تبقى عايز تمارس اسم الله البر ومن خطوات اسم الله البر انك تضحك وانك تبقى بتشوف حاجات توسع المجال النفس بتاعك فتضحك من توسعة المجال النفسي يعني اسم الله الواسع يعني اسم الله البر فانت مشترك في الصفحة الطرفيهية نصراتا لله البر الواسع وهي طرفيهية يبقى انت هنا مشترك في الصفحة دي نصراتا لله مش لا نصراتا ليهم عشان هم قالوا لك اشترك ولا نصراتا ليك علشان انت بتحب الحاجة بله فهنا كلما انت تراجع لسة القايمة بتاعتك الصفحات اللي انت مشترك فيها الانستجرام الفيسبوك التويتر الاسناب إلى آخره وتشوف مين فيهم انت بتنصره على الفوضي مالوش أصلا الحق انك تنصره ومين فيهم كمان ليك الحق انك تنصره بس بتنصره ليه فلو انت بتنصر كل الصفحات اللي انت مشترك فيها علشان المعاني اللي ربنا وقضعها يعني انا بنشر أو بنشر مثلا الصفحة دي لانها بتنشر حاجات جميلة فالجميلة دي بتفكرني بما خلقه الله من جمال ومن روعة فانا ده بالنسبة للنية النية دي بتاعتك كده مع اني ممكن واحد تاني يشترك بنفس الصفحة بنية مختلفة على فكرة من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ورسوله ومن كانت هجرته إلى أمرأة يصيبها أو أمرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هجر إليه ممكن اتنين يعني مشتركين في نفس الصفحة وبيحضروا نفس الحدث بس كل واحد فيهم بننصر حاجة مختلفة فالعبرة مش بالصفحة اللي انت بشترك عندها عشانا ما بقولكش امنع الاشتراكات بتاعتك في اي صفح لا انا بقولك انت نيتك ايه في الاشتراكات دي ولو في واحدة فيهم نيتك فيها وحشة شيل الاشتراك ده وما تشتركش فيها اصلا علشان تبقى انت بتنصر الله لان كل لو تخيل لو كل صفحة انت مشترك فيها على النت انت مشترك فيها نصراتا لله والاسماء الله بالتسع وكل اكشن او شير انت بتعمله او السبسكرايب انت بتدعمه او بوست بتروح او تعليق بتروح تعلقه في صفحة حد بتعمله علشان تنصر حق من حقوق الله سبحانه وتعالى اللي وضعه عند عباده يبقى انت هنا بتراكم رصيد النصر ده بقى حاجة اسمها رصيد الانتصار فيه في القرآن حاجات يجب انك تزود من الرصيد فيها ربنا بقول وتزوده فإن خير زاد التقوى ده اسمه رصيد التقوى رصيد التقوى بيحميك من الحوادث والامراض والازمات لما بيبقى رصيد زيادة فيه كمان رصيد اسمه رصيد البر ربنا بقول وتعاونه على البر والتقوى التقوى ظهر التانية ففيه رصيد البر انك دايما متحرك انك دايما مفاعل انك دايما مؤثر انك دايما بتنشط المعاني اللي عندك والتنشط اللي حواليك فده اسمه رصيد البر فيه رصيد كمان اسمه رصيد الزكر عشان كده ربنا بقوله اذكروا الله ذكرا كثيرة لأنه لازم الرصيد ده يبقى كتير كتير قوي في حياتك رصيد الذكر ورصيد الذكر بالمناسبة لما بيزيد بيقطع عنك طرق الشيطان وبيقطع عنك طرق الجن والشياطين الخبيثة ووسواستهم لما بيبقى الرصيد ده كبير فقالها بذكر الله تطمئن القلوب ومن نتائج زيادة رصيد الذكر الاطمئنان والأمان تبقى أنت في حالة هو ده السلام الداخلي اللي هم نفسهم يوصلوله بس بيش عايفين يوصلوله ده اسمه رصيد الذكر فيه بقى كمان رصيد رابع اسمه رصيد الانتصار رصيد النصر أنك عندك في الخزنة بتاعتك كمية انتصار لو في حد عداك حطهم عليه حتى لو هو كان غالب يتغل تخيل أنت قاعد مراكم انتصار مراكم انتصار ليه؟ لأنك ونت بتشترك في الصفحة دي انت اشتركت فيها لأجل أسماء الله الحسنة أن دي بتفكرني باسم الله الواسع فانا كلما افتكر الصفحة دي كلما افتكر بسطتها بتذكر وسع ربنا فبشترك فيها عشان ربنا أنا بشترك هنا عشان ربنا يبقى انت هنا بتنصر ربنا انت لسه محدش عاداك فانت هنا بتراكم بتراكم النصرة بتراكم اللي انتصار بتراكم لما حد بقى يجي عاديك يطلع الرصيب يغلبه حتى لو كان غالب يغلبه ما ربنا بقول ايه؟ ونصرناهم فكانوا هم الغالبين فانا بقولك اهوت كتطبيق ليك وانا هفكركوا تاني الحلقة دي دية لكل اللي نصروا الحق أنا بقى بقولهم الأسرار الجميلة دي عشان ربنا كمان ينصرهم بإذن الله في حياتهم وفي معيشتهم وفي شغلهم وفي عائلتهم ووسط زميلهم على أي حد بيعاديهم بقولهم زودهم رصيد التقوى زودوا رصيد البر زودوا رصيد الذكر زودوا رصيد الانتصار وكمان في رصيد كده نبقى تكلم عليه اسمه رصيد الشكر على فكرة كل واحد في الأرصيد الخامسة دول بيسخر لك حاجة في الحياة رصيد أو الرصيد قلناه كان رصيد التقوى يحميك من أشياء رصيد البر يشغلك ويفتح لك مشاريع يعني فيه واحد كل ما يدخل مشروع يفشد كل ما يدخل مشروع يفشد ده رصيد البر عنده قليل فالبر لو بقى رصيده البر هو اللي هي البر هو اللي هيخليله المشروع ينجح فده رصيد البر الرصيد التالت رصيد الانتصار رصيد الزكر كل رصيد فيه ممكن أن شاء الله نتكلم عليهم فتزودوا تزودوا من الأرصيدة دي لأن كل ما أنت بتعيش في زيادة الطقوة زيادة البر زيادة النصرة زيادة الذكر زيادة الشكر وكم كيمهم عندك يعني زود زود خلي عندك خزانات مليانة شكر خزانات مليانة ذكر هيجي وقت وهتلاقي كل الخزن دي لما تفتح تذهل أنا والله لما كنت بصور الحلقة اللي فاتت بتاع لماذا يخفي أمين صبر الأسرار ما كوش متخيل الردود الأفعال الحلقة عملت في أقل من 24 ساعة 10,000 مشاهدة مع أن حلقاتنا العادية بتقعد مثلا في اليوم الواحد لـ 24 ساعة الحلقة العادية بتاعتنا بتعمل 5000 مشاهدة في اليوم الواحد 6000 مشاهدة لو كتير 7-8000 مشاهدة في اليوم الواحد الحلقة بتاعت اللي فاتت اللي تكلمنا فيها عن الناس الحرمية اللي في المجال عملت في أقل من 24 ساعة 10,000 مشاهدة ده معناقي وانا ما عملت اعلان ممول ليها ولا عادي نزلتها ونزلتها على كيس وخلصت هنا بقى لقيت ان ربنا سبحانه وتعالى بيطلع بقى الارصده هو فضله علينا سبحانه وتعالى اصلا كون يبقى فيه رصيد شكر ورصيد ذكر ورصيد انتصار ده اصلا فضل من ربنا ان الانسان بيعمل كده فانا استغربت استغربت من كمية الناس اللي بدأت تتحرك واللي ربنا بيقيدنا بحركتهم وبتفاعلهم وبدعمهم فده بقى انا بنقيله لكم عشان تبقوا عاشين فيه ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى حططلك ارصده وقت ما تحتاجها تلاقي الارصده دي طلعت تنجيك وتحميك وتنصرك وتخليك تغلب من عاديك فدي برضو كانت سر من اسرار الانتصار اللي وردت في القرآن طيب فيه كمان علشان اكون يعني كملت الموضوع للاخر فيه بقى في صورة الحشر ربنا سبحانه وتعالى قال اسرار عن الثقة الاخرى اللي انتم الحرامية بقى الحرامية والدجالين والنصابين واللي بيحاولوا يغلبوا على صوتكم واللي بيحاولوا ياخدوا الحق ويزوروه وياريتهم بياخدوا الحق ويحقوه يعني ينقلوا بحق فيفيدوا الناس فيمرسوا اسم الله الشاكر وينسيبوا كل حاجة لمصدرها وكمان هما المهم انه هما بياخدوه يبوزوه ويبعدين يصدروا لنا ربنا سبحانه وتعالى قال ألم ترى الى الذين نافقوا وهنبقى نعمل هنبقى نعمل فيديو مهم جدا ليك اجتماعيا لنا كلنا اجتماعيا اسمه تفسير صورة المنافقون صورة المنافقين او المنافقون بتتكلم عن المنافقين اللي في حياتك اللي قدامك هلا هلا يعني بيجملوك وتمام ومن وراك بيطعنوا في ظهرك كل واحد في حياتنا عنده منافقين وانت في حياتك الشخصية عندك منافقين ربما يكونوا من عيلتك ربما يكونوا فيه منافقين في حياتك فهنعمل تفسير لصورة المنافقين هنتكلم فعن فئة المنافقين دي الفئة اللي ربنا ما يعلم يعني ما يعلم بها لربنا فئة المنافقين اسوأ من فئة الكفر ربنا يقول اللي هم فئة المنافقين تلاقوهم موجودين في المجال وبيقولوا نفس الكلام وبيكرروا نفس المعلومات يعني تلاقيه بيعيد نفس كلامنا وبيكرر نفس معلوماتنا هو ده النفاق بيكلم نفس الكلام مع انه من جوه هو مش كده هو مش مؤمن بالكلام ده المنافقين دول بقى ربنا بيقول عليهم ايه بقى بالمنافقين مش الكفرة المنافقين وهو ده اللي حصل فضحناهم كلمنا عليهم وهم على فكر سكتهم وصمتهم بعض الناس ممكن تفهموا انه هو مش فرق معاه وهو غالب لا يا باش يولون هو ده موضوع في القرآن اسمه يولون الأدبار يديك ظهره شوف يولون الأدبار يعني يصدر لك ظهره ودبره ويعني مش فرق عنده اهو يولون الأدبار ثم لا ينصرون كمل بقى كده لأنتم والله الآية دي تخوف الآية اللي بتتكلم عن المنافقون دول اللي بيولوا الأدبار لما تكشفهم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ينهر زرق يعني هم ما يخافوا مننا أكتر ما يخافوا من الله بقى لو كانوا بيخافوا من الله من الأول ما كانوش عملوا اللي عملوه فلما احنا كشفناهم كبشر بقينا احنا مرعبين في قلوبهم في صدورهم أكتر من الله ده ربنا اللي بقول ربنا اللي بيقول ان انتو بتخوفوهم أكتر هم ما بيخافوا منكم وبيرهابوكوا في صدورهم أكبر وأكتر من الله هو فيه هو فيه ضلال هم ما عايشين فيه أكتر من كده أول حاجة يديك ظهره بس في صدره وفي قلبه مرعوب منك أكتر من من خوفه من الله تعالي نكمل الآية ودول ماذا؟ دول مش كفر ومشركين بالله وأعداء الدين لا لا دول منافقين منافقين في المجال وفي الشغل لأنتم أشدوا رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون علم تحس أنهم ما عندهمش ألف به تفكير ما يخافوش من ربنا فيخافوا من الناس اللي بتكشفهم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون كمل بقى كده الآية لا يقاتلونكم جميعا اللي هم المنافقين دول يقاتلونكم ده على فكرة مش معناها حرب يقاتلك يعني إيه؟ يعني عايز ياخد الحق بقى فبيحربت بقى السجال اللي بيحصل بينك وبينه علشان ينتزع منك الحاجة ويغلبك غصبا عنك ده القتال حتى وإنت قائفتين من المؤمنين اقتتلوا يعني إيه اقتتلوا؟ يعني حد فيهم عايز ياخد الحق غصبا عن التاني لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يحاول يتحصن ويبعد ويقفل المجال عشان الناس ما تروحش تقوله الكلام ده صح ولا غلط انت طلعت حرامي ولا لا المعلومات دي انت سريقة ولا لا الحق ده انت خطوصت من حد ولا لا الحق ده انت سرقته من زمان ولا لا طب يقوم يعمل إيه؟ لا إلا في قرى محصنة يحاول يبعد مش عايز يواجه الحرامي السارق يحاول دايما يبقى قافل المجال ويديك ظهره عشان مش عايز يواجه لأنه هو حرامي لأنه منافق وحرامي ولما نعمل تفسير صورة المنافقين هتباني المعاني دي أكتر والحمد لله ان المعاني دي بدأت تباني عشان انتوا في حياتكم الشخصية لما تبقوا ماشيين في هادي الله وفي الإيمان بالله وبترعوا حق في عملكم وفي بيتكم وفي صحتكم وفي كل حاجة تبقوا عارفين المنافقين اللي حواليك دول في كل مكان زي تتعاملوا معاهم ربنا بيقول عن المنافقون احذروهم خذوا بالكم منهم المنافقين اللي بيتسلقوا على الأكتاف وعلى الحقوق ربنا بيقولها هو إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر يقول لك أنا مسافر هنا أنا بعيد هنا أنا عايز يعمل جدر عشان يبقى بعيد ويتفادى المواجهة لأنه حرامي إلا من وراء إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم تحسبهم أو هم شطرين أن هم يبينوا لك ويخلوك تحسب أن هم جمدين أوي تحسبهم جميع وقلوبهم شد ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم هم اللي عملوا في نفسهم كده ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك تلاحظ أن الموضوع ده جاء بعده في الآخر تشبيه الشيطان والإنسان الشيطان خدع الإنسان فسابه يلبس في الحيط نفس اللي عملوه في نفسهم بيلبسوا بعض في الحيط ده يظهر ده ويدعم ده فلما يتكشفهم يقول له أنا ماليش علاقة ويبدأ كل واحد يحاول يحمي نفسه ويولي الأطبار ده أنتوا إن شاء الله هتشوفوه وبتشوفوه الآن مع الحرامية والسارقين والدجالين بتوع مجالنا وهتشوفوه لو في حد في عائلتكم أو في بيوتكم أو في شغلكم بيعاديكم وبيحاول يسرق الحق بتاعكم هتشوفوا المعاني الرائعة دي اللي جات في القرآن واللي محدش أصلا بيلتفت له وبيستعمله أهي؟ مش ده كتاب ربنا اللي فيه كل شيء مش ربنا بقول أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أهو؟ فيه كل التفاصيل المواجهات الاجتماعية اللي بتحصل ما بينك وبين الحرامية موجود لها ذكر في القرآن الناس بفقرة القرآن دي بتتكلم على زمن النبي والصراع اللي كان ما هو زمن النبي والصراع اللي كان بينه وما بين الناس اللي عايزة تقفل بقه واللي عايزة تغلب عليه ما هو ده بيتكرر في كل زمن وبتكرر مع كل شخص بحقوق مختلفة ده في حاجة في حقه ده نوع في حق في نوع حق تاني وده وهكذا طيب دي كانت الحلقة الأولى اللي وعد بيها المتابعين الأعزاء المخلصين للحق وللعلم وللهدي المضيف لسه حلقتين ليكم بجهزهم كمكافأة إن شاء الله برضو يفيدوكم جدا زي الحلقة دي الحلقة دي موضوعها ما تكلمناش فيه قبل كده تلاحظون إن التلت حلقات دول هيبقى مواضعهم ما فتحناش قبل كده لأني دي بقى متزامنة مع الحدث وفي نفس الوقت مفيدة ليكم في حياتكم إن شاء الله وما تنسوش تزودوا رصيد النصرة بتاعتكم تزودوا رصيد الانتصار ورصيد التقوى ورصيد البر ورصيد الذكر ورصيد الشكر وما تنسوش كمان الحرمية والدجالين اللي قاعدين بيتحلفوا من وراء الجدر دايما تبقوا كشفينهم ودايما تبقوا معرينهم ولو عملوا دورة أو كورس في أي مكان يعني لو هم عملوا فيها إن مش فارق معاهم فبيدونا يعني الأطبار بيولونا الأطبار وقال إيه هيعملوا كورس في البلد الفلانية تابعوا صفحتهم وروحهم في الكورس اللي هم هيعملوه واحضروا الكورس وفي وسط الكورس لو طلع ثلاثة أربعة قالوا للمحاضر انت حرام وسارق وقالوا لكل الناس اللي قاعدين دول خدوا فلوسكو بالباطل واستردوا فلوسكو لأن المعلومات دي مسروقة هتبوزوا عليهم المحاضرات اللي بيعملوها بحقوق مسروق أدي فكرة لو هم أسرهم وولوا الأطبار وبدأوا برضو يسرهم روحوا المحاضرات بتاعتهم واكشفوهم قدام الغلابة اللي قاعدين ما يعرفوش الحقوق دي التعكمين وربنا ان شاء الله ينصركم في حياتكم الشخصية بإذن الله على أي حد يتعد على حقوق لكم زي ما هو الحمد لله بينصرنا الآن وبقيدنا بنصره على الحرامية والدجالين اللي في هذا المجال شوفكم على خير في الحلقة التانية اللي جاية ان شاء الله اللي هي برضو مكافأة وعيدية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته